هيفا أحسيكي طالبة ثانوية بأحد المعاهد النموذجية التونسية تعد العدة لاجتياز امتحان البكالوريا كغيرها من الطلبة توقف مصارها الدراسي واضطرت إلى الاتزام بالحجر الصحي الشامل هو عام استثنائي خاطر بيش حداد لحيتي بيش حداد لشعبة لنا بيش نتوجه لها شنو الخدمة بيش تخدمها هنا هاريخر الحقيقة حاجة مهيش سهلة برشا لكن احنا نحاولو نقرأو عن بعض اللي هي أسهل احنا نعتبروها أسهل حاجة بالانترنت اليوم بوسائل تواصل اجتماعي نجم نتواصل مع بروفيسي نتواصل مع زملائي في القراية وبين ضغط الدروس والخوف من المجهول تلجأ هيفا إلى الموسيقى وحظم العائلة التي صارت متنفسها الوحيدة لدعمها في سنة دراسية استثنائية عمق صعوبتها فيروس كورونا نحاولو نغفقها نحاولو باش نزولها شوية مورا نحاولو نشجعها ويجيبنا في السوء بالناس كل الزيد في الفترة هذه هو فترة الدعم النفسي أنه وقتلي الصغير ولا التلميذ يكون فما نوع من التشاؤم عنده ولا من الارتخاء احنا نكون كولي لا يا ابنتي راهو هذه الظرف عالمي وظرف وقتي العمل والاجتماعات في مقر تفقدية العامة للتربية لا يتوقفان يعمل هذا الفريق المصغر على استكمال تصور إنجاح العام الدراسي وأعداد الدروس لمختلف المستويات سواء عن بعد أو عبر القناة التلفزيونية التربوية أزمة من الاجراءات التي ستعمل الوزارة على القيام بها وإنجازها في هذه الظروف الاستثنائية أولها مسعاها إلى إتمام برامج سنة دراسية من خلال الوسائط الرقمية أو ببعض قناة التربوية لتؤمن الحصص التلفزية التي سيتم فيها مد التلميذ بالبرامج والمقاررات الرسمية خاصة بثلث ثالث لهذه السنة الدراسية جائحة كورونا التي ألقت بذلالها على مختلف القطاعات في تونس ومنها قطاع التعليم ستكون فرصة أيضا للتقييم والوقوف على مشاكل المنظومات التعليمية في البلاد عبدالله العربية دونس